بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعد ما زال حديثنا متواصلا مع حضراتكم حول تسكية النفس قد أفلح من زكها وقد خاب من دسها وتحدثنا فيما مضى عن هذه التسكية وما معنى المجاهدة ووقفنا على هذا المعنى من أين تكون البداية مع هذه النفس للوصول إلى التسكية وإلى المجاهدة والبداية معرفة النفس من عرف نفسه عرف ربه من عرف نفسه بالعبودية وعلم أنه عبد لله عرف ربه بالربوبية من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقدرة من عرف نفسه أنه عاجز وعلم أن الله قادر على كل شيء وهو القاهر فوق عباته فمشكلة المشاكل من هذه النفس وأهل الله يقولون العدو الأكبر للإنسان هي هذه النفس إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي الأمر الثاني في تسكيتها الاطلاع على عيوبها فمن عرف الله عاش ومن مال إلى الدنيا طاش والعاقل عن عيوبه فتاش يبدأ في إصلاح العيوب عيوب نفسه ولا يلتفت إلى عيوب الناس فإذا رأى عيبا في أحد نسب العيب إلى نفسه وإذا رأى عاصيا أو مزنبا حمد الله على العافية من الزنوب والمعاصي والعاقل عن عيوبه فتاش الأمر الثالث في تسكية النفس أن تقوم بتبديل الصفات والأخلاق والطباع السيئة إلى أخلاق وطباع وصفات حميدة جميلة أن تنزع الصفة الزميمة وأن تضع مكانها صفة جميلة مثلا الرياء خلق ردي خلق زميم أن تستبدل الرياء بالإخلاص لله من أين يأتي الإخلاص من اليقين من الإيمان بالله ومن أين يأتي الرياء من فساد القلب نعود إلى القلب مرة ثانية القلب نقطة مهمة ونقطة تحول وأهل الله يقولون الخطر الأكبر يكون في تعلق القلب بالدنيا هم لا يرفضون المحبة ولا يضيقون على الناس في الحلال ولكنهم يقولون اجعل الدنيا في يدك لا في قلبك قلبك يتعلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى فالخطر الأكبر يأتي من تعلق القلب بالدنيا قلبك هذا إنما يتعلق بربك سبحانه وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك أن تقوم بتبديل الرياء مثلا على سبيل المثال إلى الإخلاص وأن تعلم أن الرياء يأتي من فساد القلب وأن الإخلاص يأتي من اليقين بالله والإيمان بالله سبحانه وتعالى متى يأتيك الإخلاص؟ إذا آمنت واعتقدت أن الذي يتصرف في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك والعكس أن تعتقد بهذا الأمر أن تؤمن به أن يصل هذا المعنى إلى قلبك أن تكون مطمئنا أن رزقك سيأتيك هنا يأتي الإخلاص إذا تحققت بهذا الأمر يأتيك الإخلاص لكنك إذا اعتقدت في غير الله كنت مرائيا الخلق الثاني مثلا الذي يحتاج إلى تبديل الكبر بما تستبدل الكبر بالتواضم الخلق الثالث الغضب بما تستبدله بالحلم والصبر نحن نضرب أمثلة فقط وليس على سبيل الحصر ووصلنا إلى هذا المعنى من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم يعني العلم يحتاج إلى تدريب وتعلم والحلم يحتاج منك إلى تمرين وتدريب على الحلم أن تكون حليما إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله فقال أشج يا رسول الله أتخلقت بهما يعني وصلت إلى هاتين الخصلتين باجتهادي أم إن الله جبلني عليهما قال بل إن الله جبلك عليهما يعني خلقك الله هكذا حليما فهمنا من هذه الأحاديث أن الأمر يحتاج إلى تدريب وتمرين ومجاهدة وأن تحمل نفسك على الأخلاق الجميلة نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه وارضاه ونسأل الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء اللهم آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم رحمة الله وبركاته